يعني ازا ما كانش فيه بصحرات بباب حطة بكونش فيه اجواء رمضان يعني طول السنة يناي من عمر مو دايم قبل ما يشأشق الانهار ومع ساعات الفجر الاولى منرحب فيكم مشاهدينا نحن طاقة مواز كام متواجدين في حارات البلدة القديمة واليوم انا وانتو رح نرافق لمسح حاراتي بهاء نجيب وتحديدا في حارة باب حطة رح نشوف كيف كل يوم خلال الشهر الفضيل بقوم بصحر الناس ونشوف شو الصعوبات اللي بواجهها وشو رسالته لنا خليكم معنا يا اهل قرعين الكرام صلوا على النبي العدمان يا ابو احمد وحد الله يا نايم وحد الدائم يا حج ايمن وحد الله انا كمسحراتي اللي ما يقارب تسع سنين بصحر في حارة باب حطة طبعا الفكرة طلعت مني انا وزميلي حسام غوشة كانت الفكرة طلعت لانه اول اش ما كانش فيه مسحرات عنا فطبعا هادي مش انه وراثة ولا اش من اي حدا لا هادي فكرة بين وبين زميلي الافكار بلشنا ناخدها والانشيد اللي احنا بحكيها باخد من كل انشودة مقطع معين او جملة معينة وبلش احكيه للناس اللي مثلا زي المدايح النبوية اشياء بتخص طبعا شهر رمضان والشياء بتخص الصحور منها يعني مثلا صلوا على النبي صلوا لو لن نبي لن بنا جامع ولا صلوا ارتجي ربي فيكفين الرجا فهو الغفار والنبي المصطفى بدر الدجا احمد المختار يا نايم وحد الدائم يا نايم العمر مو دايم هادي من الاشياء اللي منيحكيها طبعا هادي ايه ما يقارب انا داخل في السنة التاسعة الناس طبعا برغم انه موجود تقدم التكنولوجي مثل منبهات والساعات الاشياء الموجودة عنا الا انه المسحراتي هو اشي اساسي في شهر رمضان لانه بالنهاية المسحراتي هو جزء من التراث الفلسطيني اللي مستحيل انه ينقرد وراح نضلنا ان شاء الله احنا ماشيين كمسحراتية على سنوات طويلة ان شاء الله يا اهل بدري الكرام صلوا على النبي العدمان وحد الله يا عباد الله يا نايم وحد الدائم يا مختار وحد الله يا سامعين ذكر النبي على المصطفى صلوه لولا النبي لولا النبي لن بنى جامع يا عرب ولا صلوه بس ولكن للأسف طبعا انا كمسحراتي في حارة باب حطة وجهنا عدة عرقية لعدة صعبات من الاحتلال الاسرائيلي كان مضمونها انه ازعاج للمستوطنين هذه السنة تم اعتقالي والتهمة اللي هي انه ازعاج للمستوطنين ممنوع انه امره عند المستوطن او اذا بدي امره من جم باب داره انه لازم اوط صوتي او لازم ابعد عن باب الدار هذه السنة تم تهديدنا فقط لغير يعني لم يتم اعتقالي واحنا بالنهاية احنا راح نضلنا موجودين واحنا راح نضلنا نصحر زي كل سنة قد ما بدي اشتد العرقية للصعبات اللي احنا مناجه فيها بالبلدة القديمة طبعا طبعا راح نضلنا نصحر راح نضلنا زي كل سنة وان شاء الله يعني انه كل سنة راح يطلع اش جديد من ناحية الانشيد الكلمات اللي انا بحكيها للناس لانه الناس كل سنة متعودة تسمع مني اش جديد الناس طبعا بتكون كتير مبسوطة لما انا نادع العيال في كتير من العيال بيعزموني على صحور طبعا بكون بصحر بطلع بفضله علي طمر مية يعني الحلويات طبعا رمضان المعروفين غير هيك طبعا بتشوف انت انه صار في نسيج اجتماعي يعني رمضان برضه بزيد من الحياة الاجتماعية بين الناس انا كمسحراتي لما انه كتير بني عزيم على فطور مثلا او او على صحور فهذا الحكي انه وهذه الاشياء كتير حلوة بالنسبة لانه يعني هذا اللباس طبعا هو اللباس التراث الفلسطيني المعروف السروال الفست الوبوج الحطة الكوفية الفلسطينية هذه الاشياء اللي زي ما انا ذكرتلك اللي هي جزء من هذا التراث الفلسطيني وان شاء الله راح نضلنا عليه ان شاء الله مشاهدينا متل ما شفتو شاركنا لمسحرات جولته وسحرنا اهالي مدينة القدس وتعرفنا على قصة سمود وقصة محافظة على التراث اما هلا صار الوقت لحتى احنا نروح نتسحر من كعك مدينة القدس المميز استنونا مشاهدينا في تقرير جديد من قلب مدينة القدس عبر واسكان يا شاكي ينهم الحياة وديقها ابشر فربك قد ابان المنهجا من يتقي الرحمن جل جلاله يجعله من كل ديق مخرجا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة